السلام عليكم ورحبا بكم من جديد في وصفة جديدة اليوم سنحضر معكم كيك راقي جدا سبق نزلت صورة دياله في الانستغرام تقريبا شهر دابا لكن يالله كتاب نزليكم على اليوتيوب تنتمنى ستجربوه هائل رائع جدا في الماداق بواحد الكريمة جديدة تنديرها بعض المرات في الكيك ديالي تجيز زوينة زوينة بزف تنتمنى أن تبخلوش عليها دائما باللايكات وتشاركوه في القناة إذا كنتو تزورها الأول مرة وتفعلوا دائما الجرس باش توصلوا بالجديد نخليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة أول حاجة غادي نبدأوا بالكريمة أو الحشوة اللي غادي نحضروا بها هاد الكيك غادي ناخد ثلاثمية وخمسين مليليتر أو ثلاثمية وخمسين جرام ديال الحليب غادي نضيف ليه ثلاث ملاعق كبيرة ديال الناشا مملوئة ثلاث ملاعق كبيرة الملاعق لما تكونوش تاني كبار بززاف وثلاث ملاعق كبيرة من السكر وتيبقى حسب الضوء نعطي تكون مقادير اللي مضبوطة عندي فاني اللي ممكن استعمله ديال الصاشي أنا استعمل ديال العبر نفس النتيجة ممكن استعمله حتى السائلة غادي نخلط هاد المقادير بزيان بواحد الخلطية داوم الأفضل وغادي نحطها او غادي نحط الخليط فوق النار حتى يعقاد غادي نخلي يبدو تيظهروا في فوقعتها كده كبار سفي غادي نطفي النار ومع التحريك دائما المستمر من بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الزبدة ممكن تضيفها والخالط باقي في الكاثرونة او حتى تضيفه في البول بحال بحال نفس النتجة المهم هاد الزبدة تتعطي واحد الماداق وحتى الكريمات يجي قوامها زوين غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الزبدة الطرية ديال الحليب الى مطفرة تشعى تضيفه النباتية الطرية افضل غادي نخلطه الخالط يكون سخون دائما تنضيفه الزبدة والخالط ساخن غادي نخلطه مزيان من بعد غادي ناخد بلاستيك غدائي وغادي نحطه فوق هاد الكريمة بشرط يلامس لي الوجه ديالها باش ميت تكونش فيها واحد القشرة وغادي نحطها في المجمد مدة ساعة ونصف تتبرد مزيان باش نقدرون تطلعوها من بعد هي والبودرة ديال شونتيتا نحصله على واحد الكريمة رائعة في الماداق ضروري ساعة ونصف ما تتجمدش لكن تتبرد مزيان او ممكن تحضروها بليلة قبل ودخليوا غير في تلاجات بردعة لغد تحضروه تاتيمة الكيك بالنسبة للكيك غادي ناخد ثلاث بيضات اللي غادي يكون الحجم ديالهم توسط او كبير غادي نضيف لهم نصف كأس ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات ساشي ديال فانيليا مفئة سبعة ونصف جرام وقبيصة ديال ملحة دائما في الكيك غادي نخلط مزيان ممكن تتعاملوا الطراب اليدوي لكن طلعوا البيض شوية يبيض اللون دياله من بعد غادي نضيف 100 ميليليتر اي 100 جرام ديال زيت المائدة نصف كأس عنباء خدوا الكأس ديال العنباء غا تعبروا به كل مقادير نصف كأس من سوائل ونصف كأس من سكر سانيدة وغادي نشوفوا معايا الدقيق غادي نستعملوا كذلك جوج كيسان بعبار كأس العنباء مقادير باينين ثم غادي نضيف نصف كأس ديال الحليب وغادي نخلط مزيان بنسبة لأخوات الجزائريات التي يسولوا على كأس ديال العنباء كأس ديال العنباء تنسميها هكذا غير لأنه فيه رسوم ديال العناب والكأس دياله هو تعبر او تنعبره به 160 ميليليتر هو مملوء هاد الكاس باش عبرت تاي عبر 160 ميليليتر كيف ذكرت ليكم عبرت بجوج كيسان ديال الدقيق غادي نستعمل كذلك جوج أكيس ديال كاكاو لمجموع 14 الجرام 200 جرام ديال الدقيق ما يعادل جوج كيسان ديال العنباء الكاس ديال العنباء عمروه وهكذا ضربوه مع الطابلة ديال العمل حتى يكون فيه قل سنتيم هي 100 جرام غادي نستعمل كذلك جوج أكيس ديال الخامير ديال الحالويات ما يعادل 16 جرام وتنأكد جوج كيسان ديال العنباء اللي غادي نستعمله فقط ديال الدقيق ما يعادل 200 جرام إلا بغت عبروهم بكاس ديال العنباء كل كاس يبقى فيه سنتيم غادي نغرب هاد المكونات جيدا بش يسهل علي نخلطهم نقسم الخليط على ثلاثة ديال المرات بش يالله ما تتكسروش البيض اللي طلعتوه سوف نستمر بهذا الشكل هذا فهذا الوقت عاد شعلت الفرن الكهربائي على 170 درجة تشعلو الفرن ديال الغاز كذلك على تقريبا تسكول حرارة متوسطة كيف تطيبو الكيك فوق المهيلة شوية ماشي متوسطة لكن فوق المهيلة لو تطيبو عادي أنا متنحتاش نحمر الكيك ديال الشوكولاتة إلا يبلكون باقي شي شوي يبغيتو طيب عاد حمرو لأنه اللون ديالو ما تحتاش ضروري حتى تنهزو الخليط ديال الكيك تنحصلو على واحد الخيط نازل أو على شكل كريمة عاد تنحبسو تنعرفو أن الكيك تخلط مزيان ضفت لي واحد الملعقة في الأخير ديال الخل ملعقة صغيرة ديال الخل تتحيد لي هذيك الرائحة ديال البيض لأنه تنعرفو الرائحة ديال البيض تتكون في الكيك ديال الشوكولاتة من الأفضل تنضيفوه إلى توفر تنحصلو على هاد الشكل هادا عاد تنحبسو من التحرك خديت مول اللي كبير لقطر ديالو 27 سنتيم على 27 لدرتو مول أصغر غات تحصلو على واحد الكيك اللي تيكون كبير أنا اختارت ندير هاد المول كبير لأني غدي ندير واحد طبقة من الفوق ديال الكيك اللي غدي نفرتت هذيك اللوجه ما غديش ندير طبقة ديال الكيك إذا ما محتاجش للمول يكون صغير 27 سنتيم على 27 ممكن تديرو مول دائري دهنتو بالزبدة تندهن غيب الزبدة النباتية تتكون سهلة في الدهن وغبرتو بالدقيق وغادي نحط الخليط بحال هاد الشكل غادي نسرحو شوية ما تيكونش خفيف بزاف وماشي تقيل وغادي ندخلو الفران دائما الكيك سنحطوه في الوسط ديال الفورن ماشي التحت باش يطيب على المهل 170 دراجة بالنسبة الفرن ديالي تطيب الكيك 180 تكون شوية مجاهدة شوفو انتوما حسب الفرن منين طاب الكيك سافي تقالب نخليتو خمسة دقائق قعد خرجتو من الفرن والفرن شوية تيكون محلول باش ميتفش معايا الكيك دابا غادي نحيضو من هاد المول وغادي نخلي بلد الوقت فاش غادي نكمل تحضير ديال الكريمة اختيت هنكس ديال العنبات ديال الحليب ما يعادل 150 مليليتر التي يكون بارد جدا بلد ال력ان وعلبة ديال البودرة ديال الشونتيه ما يعادل 100غ بانساب اخوات AMO سنطلع البودرة ديالشانتي مزيان مزيان أتطلع بواحد الكيفية اللي مزيانة لأن الحليب بارد وكذلك البودرة ديالشانتي باردة من بعد سنخرج هذيك الكريمة ديال الباتيسيير اللي حضرت معكم في الأول ديال الوصفة سنذكركم ممكن تحضروها ليلة سابقة تحطوها في تلاجة تتبرد على خاطرها ممكن تحضروها بحالي حطوها في الفريقو لوقت فاشا تحضرو الكيك تتكون تتبرد مزيان المهم خطوها تكون باردة مزيان مزيان غادي نضيفها على ذاك الخالي ديالشانتي وغادي نطربها مزيان هكذا غا تنحصل على واحد الكريمة ديبلومات اللي سهله في المتناول واللي تنحضروها في الوصفة الأصلية ديالها تنحضروها بالكريمة باتيسيير اللي تنحضرو بأصفر لبيت طريقة ركينا على القناة وتنحضروها كذلك بالكريمة السائلة أي تنحصل على الكريمة ديبلومات تكون زوينة اللي حضرناها بمكونات اللي بسيطة وفي المتناول غادي نغطي هاد الكريمة وغادي نحطوه في تلاجة الوقت فاش غادي نكمل الكيك أو غادي نقطعوه غادي يبال لكم أنا الكيك فيه مراحيل لكن تصدقوني ممتع في التحضير والنتيجات تكون رائعة الكيك خليته شبية في تلاجة الوقت فاش يبرد ونقطعوه بسهولة أي ما يتفرتت شتاني بزاف وتكون عدنا واحد طبقة اللي بغينا ديال القاعدة ديال الكيك تكون مرتبة و تكون مقطعا مزيان ممكن تحتفظوا بهذا الكريمة هذا حتى ليلة كاملة في تلاجة وتحضروا به الكيك ديالكم من بعد المهمة نعطيكم أفكار لتقتصروا بها الوقت هنا خديت كأس ديال عنبا ديال الماء نصف كأس عنبا ديال السكار واحد صاشي ديال الفانيليا ما استعملتوش كامل ودرت هاد السيرو هذا خليتو تقريبا نغلى خمسة ديال دقيق ما تخلوش حتى يتقال أو يتعلق بغينا غير سيرو باش نسقيو الكيك غدي نديمو لهاد الكيك ونقطعو القسمين ما بغيتش القسم أو الوجه يكون مزيان أنا بغيت القاعدة ديال الكيك لكن الوجه بغيت ندير واحد تغيير بغيت نفرزه على هاد الكيك هدا ما بغيتش يكون طبقة الكلاسيكية اللي معتادين نديروها في الفضل طريقة المبتدئات باش تقطعو الكيك غدي نديرو بحال هاد الشكل هدا غدي نكمل نفرزه مزيان من بعد خديت المول غدي نرجع فيه الكيك باش نزينو بالكريمة ووف وسط هاد القالب غدي نمسح الجوانيب لأني غدي نقدم دائما إلا بغيت نقدمو الكيك في المول تنمسحو الجوانيب مزيان غدي نسقيه بالسيرو اللي حضرنا ما الأفضل تسقيه بهذا السيرو هاد رتي يجي شي حاجة زوينة ممكن تسقيه بالحليب لكن إلا تبعتو الخطوات غات حصلو على شي حاجة لديدة بزاف سافي سقيت الكيك مزيان وغدي نوضع طبقة ديال الكريمة كاملها في القارب شفتو معاي القوام ديال الكريمة رائع رائع ما تفوتوش 350 مليتر ديال الحليب 350 جرام مايو عادل جوجي الكيسان غدي بقليكم ربع كاس أي كاس ديال العلبة ديال الحليب والآخر الكاس التاني غدي بقى إلا ربع إلا فتو هذه القيس غدي جيكم شوية الكريمة خفيفة تبعو المقادير بالضبط سافي منين فرتدت الكيك كيف شفتو معايا غدي نوضعو على هالطبقة ديال الكريبة ممكن نوضعو كامل ممكن يبقى ليمنو شوية إلا بقى تنحط في طبيب المجامبي تنحضر به تحليات أخرى ما تيضيعش تبقى تقريبا 20 يوم في الفريقو أو المجامبي ما تيخسرش ما تيوقع عليه حتى حاجة وهذا الطريقة هادي تيجي بها الكيك حتى هو مغاير والشكل دياله تيجي صارحه زوين بزاف تنخرجو شوية من الطريقة الكلاسيكية تنسقي كذلك هاد الكيك هاد اللي فرتدتناع من الفوق بحال هاد الشكل هادا هكذا نقيطات نقيطات حتى تتشرب صافي بالنسبة للتنزيل ممكن نزينه بشوي ديال شرائح اللوز اللي محمر ممكن تديروا اللوز كونكاسي ممكن تديروا شكلات محكوك اللي بريدو تيبقى لكم الاختيار ممكن تخليوا غير هاكذاك حتى هاكذاك المنظر دياله تيجي جميل غادي نحطوه في تلاجة او المجمد الى بريدو تقدموه راتيجي كيك ما شاء الله اللي كتير زعمة واحد كيميا كبيرة شفتوا معايا الشكل دياله زوين غير تصور مساعدنيش في هاد المرحلة هاو سيبال لكم عن قرب زوين بززاف ممكن تديروا بواحد الخطوط ديال الكاراميل اللي تيكون عندي فتلاجة دائما غادي نخليكم ربيد دياله في اسفل الفيديو في صندوق الوصف زوين بزاف وغير بالحليب ماشي بالكريمة والديد ومن الافضل حتى تقدموه هكذا طريفات في الطبيصلات او في الصحون ديال التقديم عاديوا هكذا خطوط ديال الكاراميل باش يبقى باين وتيعطي ضيف لها واحد اللمسة واحد اللذة ما غديش نشكره كتر من هكذا تنتمنى صراحة تجربوه ما تنسونيش بالدعم ديالكم وشكرا لكم بزاف على دعوتكم الطيبة دائما نقول لكم بالمثل اخواتي لكم بالمثل دائما تنتمنى لكم تقضيوا اوقات ممتعة وسعيدة بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر